اشتركوا في القناة للأنظمة والقوانين منضحة أن من بين المقبوض عليهم خلال الحملة التفتيشية ثمانية من المطلوبين أمنيا في قضايا مختلفة وأشارت لإدارة العمل المباحث والأدلة الجنائية إلى أنه هو أجار اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المقبوض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة منوهة إلى تنظيم هذه الحملات بشكل دائم في مختلف المحافظات حيث تشمل منشآت التجارية ومواقع العمل وتجمع العمالة وأكدت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على دور أفراد المجتمع في دعم جهود الجهات الحكومية لوقف هذه الممارسات غير القانونية والإبلاغ عن أي شكاوة تتعلق بمخالفات العمالة غير النظامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر